بكم شهدت عدة دول عربية ارتفاعات قياسية في قيمة تحويلات العاملين في الخارج خلال العام الماضي مع الانتعاش الاقتصادي المتحقق في دول الخليج العربي بشكل رئيس ودول أخرى ينتشر فيها المهاجرون ففي تونس والمغرب ارتفعت فاتورة التحويلات 28% وفي مصر 9% بينما ارتفعت في الأردن 1% وساهمت في الحد من وطأة الأزمة الاقتصادية على اللبنانيين تحويلات العاملين في الخارج كان لها يضنطولة في دعم سياسات الانتعاش في الدول العربية المستوردة للنفط في العام الثاني للجائحة فبعد ان استنزفت الجائحة جزءا من مواردها ها هي الانتعاشة الجديدة في التحويلات تدعم هذه الاقتصاديات وتلبي بعض متطلباتها من العملات الاجنبية في تونس كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن ارتفاع هذه التحويلات 28% العام الماضي مسجلة مستوى قياسيا يبلغ مليارين وستمائة مليون دولار أما في مصر التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه التحويلات فقد سجلت في أول تسعة أشهر من العام الماضي 24 مليار دولار وبزيادة نسبتها 9% وفي المغرب كشف البنك المركزي عن تحقيق فاتورة تحويلات المقيمين في الخارج مبلغا قياسيا قدره تسعة مليارات ونصف المليار دولار خلال العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 28% في لبنان لعبت التحويلات دورا حيويا في مساعدة عدد كبير من الأسر على تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر الصرف الذي هوى إلى مستوى يقارب 30 ألف ليرا مقابل الدولار وتكشف تقارير محلية أن عشرات الآلاف سافروا أو هاجروا خلال العام الماضي هاربا من الأزمة الاقتصادية الأردن الذي شهد تراجعا في التحويلات خلال عام 2020 بنسبة تزيد على تسعة في المئة حصد عام 2021 ارتفاعا بنسبة تقارب الواحد في المئة مسجلا مليار دولار عوائد إيجابية لموازين مدفوعات الدول العربية المستوردة للنفط تحقق لها استقرارا ماليا ونقديا بعد خسائر الجائحة وللمزيد معنا من عمان سيد عصام طه الخبير الاقتصادي سيد عصام أهلا بك كيف ترجعون أسباب انتعاش التحويلات إلى الدول العربية مثل الأردن وتونس وكذلك المغرب ومصر هل ترجعونها إلى ارتفاع في أسعار النفط أم أن هناك أسباب أخرى مرحبا بك وجميع المشاهدين رحية لكم جميعا الأسباب حقيقة واضحة هي أسباب اقتصادية بحتها الجائحة أثرت كثيرا على الدول النامية التي اقتصادها تدهور بشكل كبير جدا وكان الخيار الوحيد والحل الأمثل هو الاعتماد على الحوالات الخارجية القادمة من العاملين في الخارج وخصوصا دول نفطية ودول متقدمة يعني الاقتصاد الذي كان في الدول النامية مثل مصر على سبيل المثال وصلت الحوالات تقريبا في العام الماضي إلى رقم قياسي جدا مقارنة بالعوام الماضية وانهت السنة إغلاقا على معدل مقدارهم 31 مليار دولار تقريبا أو أكثر شوي وهذا الحقيقة كان ساهم في رفع الاقتصاد المصري تعديل في الدولار على الجينيه المصري في الأردن أيضا تحسن الوضع في 2021 من نسبة الحوالات الخارجية للعمال المرسلين إلى الأردن وكانت أسباب داعم حقيقة للأسر المحتاجة لأنه زاد العواز وزاد الفقر وزادت الحاجة إلى دعم الأسر نهيك عن الارتفاعات التي تحققت بالنسبة للتكاليف التشغيلية في البلدان النامية يعني وصل مثلا الارتفاع في أسعار النفط والكهرباء والماء وهذه الفواتير المرتفعة لم تعادلها أو لم يوازيها دعم حكومي أو شيء مقابل بالنسبة للمواطنين الذين يعيشوا في الدول النامية فكان لابد من اعتماد على الحوالات الخارجية ولكن كيف تنظرون الارتفاع هذه التحويلات؟ هل ترجعون الأسباب إلى ارتفاع أسعار النفط أم أن هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب أخرى نعم ارتفاع أسعار النفط هي واحدة من هذه اللزائيات لكن كما أخبرت هو حاجة أو الشعور المقترب حقيقة بأن البيئة التي يمكن أن نحول له المال يمكن أن يكون آمنة جدا يمكن أن يكون هناك فروقات في التحويلات للدول النامية بحيث أعيد استثمار أو تدوير المال في الدول الأخرى يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر في اقتصاد المصري كان هناك شعور بأن الاقتصاد المصري سيكون آمنا فبالتالي التحويلات ستكون أفضل من بقاء المال مكدسا في البنو من أعمال سيد عصام طه الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لنغمامك معك